نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن فرض الحجر الزراعي المصري رسوما جبري على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانونة وأوضح المركز الإعلامي أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة حيث بلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 244 مليون دولار في عام 2021 مقارنة بنحو 153 مليون دولار في عام 2020 فذلك بزيادة بلغت 91 مليون دولار